السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلتر الثلاجة أو فلتر الفريون هو عبارة عن مصورة من النحاس يمر من خلالها غاز التبريد لكي يتم تنقيته من الشوائب ومن الرطوبة يعتبر الفلتر جزء مهم جدا في دوائر التبريد خاصة في الثلاجة المنزلية أو الثلاجة التجارية إلا أنه مصنف قطعة إضافية وليست أساسية في عملية التبريد يراعى عند تركيب الفلتر اتجاه مرور مركب التبريد داخل الفلتر أفضل منطقة في دائرة التبريد لتركيب الفلتر هي بنهاية الكندنسر وقبل الكابلري إذا كان الدائرة فيها كابلري أو الليكسيبينجل يحتوي الفلتر على مصفاء من النحاس لتنقية الفريون من الشوائب ثم حبيبات السلكجل لامتصاص وتنقية الفريون من الرطوبة ثم المصفاء الصغيرة لضمان عدم حدوث سدد بالمصورة الشعرية أو الكابلري أو الليكسيبينجل طبعا الكابلري أو الليكسيبينجل بيكون بنهاية الفلتر ممكن تفكر وتقول إن الشوائب ممكن تعمل سدد لكن الرطوبة كيف بيكون السدد لو عندك رطوبة في دائرة التبريد هتتجمع كبخار ماء في المبخر وهتتجمد وهيحصل السدد علشان كده يفضل كل عملية تغيير للكمبروسور أو أي أعمال لحام وشحن للثلاجة تغيير الفلتر لأن الوقت ده بيكون فرصة مناسبة جدا لتغيير الفلتر نظرا لرخص ثمنة اشتركوا في القناة